المحلية في سابقة لم يعرف قطاع التربية من قبل شهرزاد طالبة في القسم النهائي درست خلال الموسم الدراسي الفارط بصفة نظامية بثانوية بوذري ومخلوف العنصر بولاية جيجل قبل أن تشارك كبقية زملائها في امتحان شهادة البكالوريا شعبة أداب وفلسفة غير أن الشهرزاد التي تنتمي لأسرى متواضعة ويتيمة الأب وجدت نفسها ضمن قائمة المترشحين الغائبين بالرغم من حضورها الدائم خلال فترة الامتحانات هي اليوم تناشد الوزير التدخل الفوري لأجل إنصافحة نربط الاتصال الآن مباشرة مع رئيس مصلحة الامتحانات والمسابقات بمديرة التربية لولاية جيجل السيد علي فاضل مساوك السعيد مرحبا بك مساء سعيد أخي الكريم وشكرا جزيلا أهلا سيدي ما هو التعليقكم حول هذه المسألة التي يثرت الكثير من الاستفهامات سيد الكريم كما تعلمون أنه في بداية الأمر أننا تلقينا شكوى من طرف مدير المؤسسة مباشرة بعد إعلام النتائج نتائج امتحان شهادة البقالوريا ولعلمكم أننا أخذنا هذه القضية بجد وحزن حيث أننا حولنا الشكوى مباشرة إلى الجهة الوصية السابعة إليها مدير التربية لولاية جيجل ألا وهو الديوان الوطني لامتحانات المسابقات فرع جايا حيث أنه أخذ هذه القضية قضية التي طرحتها فالديوان الوطني لامتحانات المسابقات بعد التحريات والتحقيقات التي بشرها على مستواه لأنه هو المعني المباشر أو الديوان الوطني لامتحانات المسابقات وحزن المعلومات التي وصلتنا فإن هذه القضية في طريق السوية وخلال هذه الأيام القليلة قادمة نتمنى ذلك شكرا جزيلا لك سيد علي فضل رئيس مصلحة الامتحانات